في مصر تجاوزت الفجوة بين سعر صرف الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء ما نسبته 130% إذ ارتفع سعر الصرف الدولار ليسجل 70 جنيها مصريا في السوق الموازية بحسب بيانات بلومبرغ يبلغ سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية 30 جنيه و90 قرش مقابل الدولار لنلقي نظرة على أداء السوق المصرية أيضا المؤشرات المصرية يعني كنا نراقبها تسجل ارتفاعات قوية في فترة أخيرة ولكن اليوم تتغير الصورة عمليات جني أرباح قوية المؤشر المصري يتراجع بتقريبا 2000 نقطة اليوم أكثر 2500 نقطة في تداولات اليوم سجل تراجع بسبعة في المئة تقريبا يفقد هيهم 2110 نقاط مؤشر الـ EGX 100 يتراجع بثمانية ونصف المئة الـ EGX 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بعد سلسلة ارتفاعات قوية وصلت إلى 15 أسبوع هذا كان يمكن أن يكون الأسبوع السادس عشر ولكن التراجعات حادة جدا في المؤشر في الـ EGX 70 لم نرى نسبة الحدة هذه منذ فترة في السوق المصرية إذن تراجع مؤشر الرئيسي للبورصة دون مستوى 30 ألف نقطة وكان لسهم الشرقية الدخان تأثير على أداء أو كان من الأسهم الأكثر تراجع بشكل ملحوظ اليوم تراجع بأكثر من 10% أيضا سهم أن السجون الشرقيون في تداولات اليوم على تراجع بـ 15.5% وكان يسجل ارتفاع يوم أمس تقريبا كمان بنفس النسبة يعني عمليات جني أرباح في الأسواق المصرية بشكل واضح أيضا الأخبار الواردة ويمكن الانتظار وترقب عملية أو القرار المركزي المصري يوم غدا حول أسعار الفائدة المخاوف حول الجنيح المصري وعلامات الاستفهام المستمرة حول الاقتصاد سنتحدث طبعا بهذا الموضوع نحاول معرفة سبب هذه النسب من التراجع ولو أنه بعض المحلين اللي حكينا معهم قالوا هي قد تكون عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية يعني مؤشر الـ EGX 30 مرتفع من مارس الماضي وحتى الآن بأكثر من 110 في المئة وبـ 52 أسبوع نسبة الارتفاع إذا لم نحتسب التراجعات اليوم نسبة الارتفاع تكون في تلك الفترة حوالي 75 إلى 78% فنسب ارتفاع عالية في مصر في الفترة الأخيرة لنتحدث عن أخبار الشركات المصرية فقد أعلنت شركة مستشفى كليو باترا خطتها لاستثمار ملياري جنيه خلال الثمائة عشر شهر المقبلة أضافت أنه سيتم التركيز على إكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مستشفى سكاي وتوسعة مرافقها الحالية في القاهرة بيّنت الشركة أنه سيتم تمويل النفقات الرأس مالية بالكامل من المصادر الداخلية والتسهيلات البنكية وكشفت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن خطتها لزيادة رأس مال الشركة والبالغ 350 مليون جنيه بهدف تمويل التوسعات وإحياء أنشطة متوقفة أوضحت الشركة أنها بانتظار موافقة المساهمين على خطة الشركة لتوفيل السيولة لإعادة تشغيل شركتها التابعة أندروس وأطفاء خسائرها البالغة 80 مليون جنيه ينضم إلينا من القاهرة محمد عبدالهادي مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أهلا بك أستاذ محمد تراجعات حادة في المؤشر المصري تخطت الـ 2100 نقطة على الـ EGX30 بعد الارتفاعات القوية ما هي المبررات التي تقرؤونها كمحللين خاصة بعد نسبة الارتفاعات القوية جدا التي كنا نراها طيب هو أهلا وسهلا بحضرك طبعا والبرنامج مبدئيا الأسواق دايما بتتركب أي قرارات يعني زي ما حضرك أشارت في بداية اللقاء أن الأسواق كلها العربية في انخفاض ده نظرا التركب لقرارات الاحتياط الفدرالي اليوم وبالتالي السوق المصري بيتركب قرارين قرار الاحتياط الفدرالي اليوم لأنها برضك من المبادئ الأساسية والمعايير الأساسية للحكم على أسعار الفايدة غادة وغدا مصر بالأخص بتنتظر وتتركب قرار البنك المركزي اللي هو كله بيشير إلى أنه سوف يتم مرفع أسعار الفايدة 2 لـ 3% بالإضافة إلى عملية التعويم قيمة الجنيه هذا هو الخبر الأساسي والفعلي في نزول الأسهم المصرية اليوم النهاردة في جنيه أرباح بس جنيه أرباح لازم يباليه سبب الأسباب الرئاسية خلال الفترة السابقة أن قيمة البورصة المصرية بتتناسب طردي مع السوق الموازي للدولار وسعر الدولار زي ما حضرك أشارتي 70 لذا النهاردة كان ارتفع لـ 73 و 74 في السوق الموازي وبالتالي وما بيبدأ البكرة فيه قرارات واتفاق مبدأي مع صندوق النقد الدولي ده القرارات الصادرة في الاقتصاد المصري وفي البيئة المصرية اليوم أنه هو فيه اتفاق مبدأي مع الصندوق أنه يبدأ يعطي المصر حوالي 7 مليار دولار في نظير ذلك أن يتم تخفيض قيمة الجنيه تخفيض فعلي وبالتالي ما يؤثر في السوق الأوراق المالية سوق البورصة بتتحرك وفقا للسوق الغير رسمي إذا ما يحدث في عملية تفضل موضوع الجنيه مقابل الدولار موضوع أهم جدا تحديد وتعويم الجنيه مقابل الدولار نحن نتحدث عن هذا التعويم من لما كان الجنيه بالسوق الرسمي 30.9 تقريبا وفي السوق الموازي حوالي 40 نحن اليوم عم نحكي عن أكثر من 70 جنيه في هذه الحالة قدش هي خطوات أو إلى أي درجة خطوات التعويم التي ستتخذها الحكومة المصرية ستساعد وتساهم في دعم الدعم السوق السوق العملة عم نحكي دعم السوق العملة حضراك نحن بتتبنى الدولة المصرية عملية خاصة بتأجيل التعويم خلال الفترة السابقة زي ما حضراك أشاركي أن الدولة المصرية خلال الفترة السابقة كانت بتأخذ الجانب أو البعد الاجتماعي في عملية التعويم عشان كده كانت بتؤجل عملية التعويم شهر تلو الشهر تلو الشهر حتى أن رئيس الجمهورية في مصر أشار أنه سوف يؤجل عملية التعويم نظرا للبعد الاجتماعي ولكن مع الضغط على الاقتصاد المصري حضراك مصادر العملة للاقتصاد المصري تتبنى في أربع معايير أو خمس معايير السياحة المصرية وكانت بتجلب للدولة المصرية ما يقارب من 13 مليار دولار قناة السويس كما نشاهد في العالم كله التأثيرات والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث في محيط البحر الأحمر من الحسيين والتوترات الجيوسياسية أثرت وسوف تؤثر في إرادات قناة السويس التحولات المصريين في الخارج لن يتم تحويل الأموال المصرية من الخارج إلا إذا استقرر سعر الصرف إذن هذه المنابع الخاصة بالمصادر الدولارية تأثرت خلال الفترة السابقة وبالتالي تغيرت الوجهة المصرية أو تغيرت الدولة المصرية والحكومة المصرية لا يوجد أمامها منبع آخر إلا الرضوخ لقرارات صندوق النقد الدول هو ده اللي وصلنا حاليا لهذه النقطة وبالتالي لا وجود ولا مفر للدولة المصرية خلال اجتماع صندوق النقد الدولة الحادثة أو الموجودة حاليا في الدولة المصرية إلى أن تردخل الصندوق في تخفيض قيمة العمر وبالتالي التأجيلات السابقة كانت تأجيلات للبعد الاجتماعي للدولة المصرية ولكن لا مفر من وجود التعويم في ظل انخفاض موارد الدولة من الدولار كما أشارت عضريك فضالي 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 نقول لا مفر من ذلك وننظر إلى الأداء في السوق الارتفاعات قوية أنت تتذكر معي أستاذ محمد أنه مرأ من 2020 يمكن لبداية 2023 السوق المصرية لم يكن فيها حركة الحركة كانت في نطاق ضيق جدا ونحن كنا نتابع ونراقب ونترقب أيضا برنامج التروحات ونترقب العديد من الوعود ولكن خلال 2023 بآخر فترة كمان يعني النصف الثاني من العام شفنا هذا الارتفاع الكبير ووصلنا إلى هذه المستويات بالنسبة للأداء اليومي يعني هل هي برأيك عمليات جاني أرباح هل هي مخاوف من تعويم الجنيه وتأثير ذلك على السوق لأنه العديد من المستثمرين عم بيتحوطوا في البورصة أم هل بالفعل ممكن تكون عمليات جاني أرباح بسبب الارتفاعات القوية جدا اللي شفناها طيب أنا أحيا حضرك على هذا السؤال طبعا إحنا خلال سنة عشرين تلاتة وعشرين البورصة المصرية ارتفعت تقريبا حوالي ستة وستين في المائة صح وخالفت كل التوقعات يعني حتى في البورصات العربية إحنا شايفين السوق السعودي لم يرتفع الارتفاعات القوية كما حصل ببورصة المصرية سوق دبي عشرين بالسنة الماضية سوق أربعتاشر بالضبط يا فاندر سوق دبي لو وجدنا بورصة دبي هنجد أنها عند مؤشر الأربع تلاف وسوق أبو صبي عند تسعة تلاف وخمسمية والسوق المصري تخطى أرقام كبيرة حتى النهاردة اليوم في جلسة اليوم وصل تلاتين ألف وسبعمائة والمؤشر السبعيني وصل سبعة تلاف وسبعة وبدأ يبقى فيه جاني أرباح ما حدث في السوق المصري اليوم هو نتيجة لخبرين أو قرارين بالمعنى صح أول حاجة جاني الأرباح هذا شيء طبيعي لأنه بيحدث عملية مكاسب كبيرة للسوق المصري خلال الفترة السابقة وبالتالي بيحدث نوع من أنواع الصراع بين الصيران والدببة وبينتصر البائع دايما في عملية جاني أرباح حتى يحقق أرباحه الفعلية ليست على الورق ولكن الفعلية بالفعل القاطع ثانيا دا حدث حضرتك ولكن المستثمر بينسى خلال الفترة السابقة كان حدث فيه مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من حوالي أربع شهور بالزبط وكان بيشير أنها يدي مصر حوالي تلاتة مليار وكانت المفاوضات ناجحة تماما كان في شهر 11 وبالتالي أنا أتذكر أن السوق المصري في هذا التوقيت بدأ ينخفض نفس الانخفاضات الحالية في جلسة اليوم إذن لا زعر من السوق المصري لا خوف من جلسة اليوم وبالتالي هو الخوف من وجود اتفاق مبدئي بوجود حوالي 7 مليار دا ممكن يؤثر تأثير سلبي نوعا ما خلال الجلسات ويعود الارتفاع مرة أخرى بدليل أن الشركات المصرية لم تصعر قيمتها وهيكلتها وفقا لسعر الدولار اللي حضرك أشرت عليه في بداية اللقاء اللي هو 70 جنيه الشركات ما زالت منخفضة في شركات قوية في السوق المصري جاذبة للاستثمار إحنا حوالي 100 مليون أو أكثر في قطاعات زي قطاع الأخذية لم يقظى بالارتفاعات القوية ومدال في استحوازات من المؤسسات العربية على قطاعات الأخذية وكلافه أسعار السوق المصري حتى في هذا المؤشر ما زالت منخفضة تفضلي قل شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبدالهادي مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية كنت معنا من القاهرة للحديث عن أداء السوق المصرية في تداولات اليوم شكرا جزيلا لك